موسيقى 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 أغنية مكانك خالي بتذكرني بصحابي بفرقتي بتذكرني بمحمد القديم قبل محمد المشهور محمد اللي كان حياته بسيطة بين الجران وبين الأهل وبين صحابه الناس البسيطة هاي الأشياء كتير بشتعلها موسيقى وإن كان يغني محمد القديم بكل مكان بداية الأولى اللي عملت فرقة هيك صغيرة مع أصدقائي وبلشنا نغني بالأعراس يعني بالنسبة إلي حفلات الشارع زي ما بنحكيها بالمصطلح البلدي عندنا كتير استفت منها كان المبلغ كتير قليل يعني شو أقصى طموح كان لإلي يعني إني أحوش لقرشين أبني على السطح فوق أهلي هيك غرفة ومطبخ وحنّام وأتزوج فيها وأكون عيني المكان اللي أنا كنت بعيشه أو بالمخيم كان شيء كتير صعب يعني أحلامنا كتير بسيطة يعني وموضوع السفر لحاله كان هذا شيء شبه مستحيل هو حلم لكتير ناس وأنا كنت من ضمنه صح ما متيت من فاركتك بس ناسي راح تبالي يا ناسي يا كولي وهلي من تبعد الشي بخالي هو انت وياي وأحس كلش مكانك خالي كلش مكانك خالي خالي بي شيرت الأيام الفركة تكتل كل ما يجي الليل الليل دموع تنزل ورحك بالأيام هذا الجاية متبت خليها سكدة ما أريد أكمل وأنا أحبك إلا الله أحبك تروح مني وش يبقى ياني وأنا أحبك إلا الله أحبك تروح مني وش يبقى ياني ولو تبعدش يبقى لي مكانك خالي هاي الأغنية يعني من أهم الأغاني اللي أنا عملتها بمسيرة الفنية كانت نقلة نوعية بالنسبة لأيلي أكثر أغنية لاقت نجاح طول مسيرتي جابت 150 مليون على يوتيوب ونشهرت بشكل كتير عجيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا مش هفرق نفسي عليك أعيزك تعرف إن دي آخر مره أنا هسأل فيها عايز تسأل أهلاً بك أنا غنيتها ريلا المسلسل عروس بيروت وبحسها تنطبق علي يعني أنا عريس الثاني زي ما بقوله علاقة في زوج تيريم زي علاقة فارس وصرية بس يعني مش بالزبط يعني بدون الحماة ومشاكل الحماة وهي الأشياء انت انت اللي اخترتك من هالدني كله انت وقبلت كرمالك وحدك أسود كل الدنيا قبلت وعشدت لأنك انت فيها بمرّة وحلوة عاشدت عاشدت كرمالك انت فيه دمع مزروع فيه دحكي وممنوع علي فيه فيه حبك عمي وعفيه فيه صرخى موجوع صرخته سميت انت كلي ده كان ليه؟ هاي من أكتر الأغاني اللي أنا بحبها بحياتي كنت حافظها منه أنا عمري 8 سنين من أجمل ما يعني عبد الوهاب طبعا عبد الوهاب هو أسطورة يعني فيه واحدة من القصص اللي عمري بحياتي ما رح أنساها بوقت كنت بالأردن وأنا نازل على فلسطين فيه على إشارة شفت رجال كبير كان ببيع هيك أشياء زي حلويات ما حاطت كمان محارم وعن ببيع للسيارات فأنا واقف أجا جنبي قلت له قديش عندك انت بكل هدول قال لي كتار شو بدك فيهم قلت له أنا بشتريهم فأعطيته يعني ممكن حقهم وزيادة وقتها فالرجال يعني عزت عليه نفسه يعني بوقتها وقال لي عمي أنا يعني بكفيني هالقد فأخدتهم ومشيت وكنت نازل على الحدود قبل ما أوصل الحدود بنص الطريق بعمل حادث حادث كتير يعني صعب كان يعني حسيت ربنا نجاني منه رغم أنه السيارة يعني تعجنت ضربنا بحصان فجأة على الطريق طلع هيك فجأة ما لقنا إلا هو أنا شفت حصان فوق السيارة وحسيت أنه يعني أنه بقول يمكن يا ربي أنا يمكن عشان عملت هيك أنه نجيتني من مصيبة أو الله أعلم شو بدو يصير فيك مش أحتي لك بعد مزين بعدك هالي عايش على قيد الحزن لياك يا الحب مالي فراقك كسر قلبي كسر ما أعرف إيش سوالي ما أعرف إيش سوالي إيش سوالي موسيقى موسيقى موسيقى